طبعا عليك وسمعينك ووضح ان الأجواء برضو في النادي يعني مزدحي ما شوية خلينا نعرف منك كل التفاصيل اتفضلي صباح الخير يا نهواند صباح الخير يا كريم صباح الخير على كل مشاهدين مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان من داخل مقارن نادي الأهلي فارع الجزيرة متواجدة معاكم لنقل أكيد يعني خلينا نقول انتصارات النادي الأهلي سواء في كرة القدم أو كمان في الألعاب الأخرى بالفعل يا نهواند خلينا أبدأ معاك الأول بالأجواء هنا في النادي يعني أنا شايف الشمس فهو مبسوطة ففي تزاحم يمكن قليلا من أعضاء النادي الأهلي هنا موجودين منذ الصباح الباكر يمكن قبل حتى ما تواجد يمكن قبل ساعات أكيد الأجواء بدأت يعني تكون أقل برودة من الأيام الماضية ففي طبعا تواجد أو توافد يعني أكثر بنسبة قليلة عن الفترة الماضية خلينا نبدأ بقى طبعا بأخبار الفريق الأول يعني تحت قيادة مستر مارس الكولر وبعد يمكن خماسية النادي الأهلي أمام بلدية المحلة في مباراة يمكن شفنا أكيد أداء مميز جدا من جميع اللاعبين ويعني طبعا بالأخص من اللاعبين الثنائي إمام عشور واللاعب المنضم حديثا وسام أبو علي الحقيقة شفنا أداء مميز جدا من جميع اللاعبين أو شفنا تشكيل المثالي يمكن للسكواد الحالي طبعا بعد غياب يمكن طويل شوية على جماهير النادي الأهلي للدوري ولكن النادي الأهلي بيعود بسيطرة كاملة على مباراة الأمس واللي انتهت أكيد بفوز النادي الأهلي بنتيجة 5-1 يعني طبعا بكده النادي الأهلي رفع رصيده لـ 17 نقطة النهار ده بقى بيستأنف طبعا تدريباته على ملعب مختار التتش التجمع يمكن كان منذ قليل والأميران هيكون الساعة 11 صباحا يعني هيبدأ كمان بعد قليل كل توفيق أكيد للنادي الأهلي وألف مبروك أكيد على فوز الأمس وكل التوفيق ليهم الفترة المقبلة من فوز بقى كرة القدم إلى فوز رجال طائرة الأهلي بنبارك طبعا أكيد للفريق الأول لكرة طائرة رجال على فوزهم أمس بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة التانية على توالي بعد تغلبه على منافس ويمكن الأقوى نادي الزمالك كانت المباراة أمس على صالة اتحاد الشرطة وقدم الحقيقة الفريقين عرض قوي جدا ومميز ولكن يعني كالعادة نادي الأهلي سيطر كمان على لقاء وتمكن من الفوز بنتيجة 3 واحد بمجموع الأشواط وقدر طبعا يتوج باللقب كمان كابتن محمود الخطيب حرص طبعا على توجيء الشكر لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وأشياء طبعا بالأداء المميز للفريق نروح بقى لكرة اليد رجال واللي كمان حققوا فوز مهم جدا على حساب فريق هليابلس في اللقاء اللي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري كانت المباراة على صالة نادي هليابلس بالشروق وقدم كمان الفريقين أداء وعرض قوي جدا بفضل طبعا الالتزام بتعليمات الجهاز الفني تحت قيادة مستر ديفيد ديفيز كمان فريق يد رجال قد فاز في المباراة السابقة على سبورتينج بنتيجة 31 ل24 سلسلة الانتصارات مكملة معايا وآخر خبر طبعا انتصار يعني معينا النهاردة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي كمان فاز على هليابلس بنتيجة 98 ل46 في المباراة اللي أقيمت على صالة الشهداء أمس بمقار النادي هنا بالجزيرة وتحت قيادة طبعا كابتن طارق خاري المدير الفني قدم طبعا اللاعبات أداء قوي جدا ومميز وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 26 ل15 واصل الفريق تقلقه في الفترة الثانية وحسمها لصالحه بنتيجة 60 ل28 وبعدها الفترة الثالثة انتهت بتقدم أيضا النادي الأهلي بنتيجة 81 ل39 ليه ينتهي طبعا اللقاء في الفترة الرابعة بنتيجة 98 ل46 طبعا ألف مبروك لكل يعني الألعاب اللي كانت معنا النهاردة أكيد ونبارك طبعا على النادي الأهلي إنه على طول مفرحنا في جميع الألعاب ودي كانت أبرز وأهم الأخبار المعين النهاردة من النادي الأهلي فرع الجزيرة بشكركم وعودة لكم مرة تاني وإحنا كمان بنشكرك يا روزان وسعدانك سعيدة بالأجواء دي الحقيقة يعني أنا عارفة أنت بتحب السيف شكرك جدا على هذه التخطي